السلام عليكم اصدقائي المتابعين كيفكم كيف صحتكم وان شاء الله تكونوا بخير رب اليوم بهذا الفيديو رح احكيكم عن تجربتين تنتين صاروا على طريق اليونان هدول التجربتين صاروا الاسبوع الماضي يعني جدد فاسمعوا كل قصطين وشوفوا الطريق بعينكم التجربة الاولى احد اصدقائي يلي بده يطلع لأوروبا اتفق مع احد الاشخاص بانه ياخدوا على اليونان بعدين يطلعوا بسيارة يدخلوا على سالونيك ويكملوا الطريق فهو اتفق معه وشيك المصاري وطلعوا على قدرنا ومن قدرنا راحوا على النهر طبعا هاد الحكي هن نطلعوا يوم الاربعاء الماضي يعني بتاريخ سبعة ستة الفين وثلاثة وعشرين يوم الاربعاء بالليل وصلوا على النهر على منطقة نهر ايفروس وضلوا هناك ليوم الخميس لتاريخ تمانة ستة يوم الخميس قطعوا النهر الساعة تقريبا ستة او سبعة المساء بعد ما قطعوا النهر قطعوه هو حسب ما حكالي من منطقة سوفلي بعد ما قطعوا النهر صاروا على الضفة اليونانية تقريبا سبعة المساء بلشوا يمشوا بمناطق كلها مي هو هيك حكيلي مناطق مستنقعات وكانت المي اللي عب يمشوا فيها للصرة يعني مناطق كان هو عب يمشي تقريبا قال لي جوه سائية مي هيك هو حكيلي ضلوا يمشي تقريبا ساعة تمانة المساء يعني ساعة تقريبا ضلوا يمشوا طبعا هنه كانوا عندهم خطة معينة رح يقطعوا فيها النهر قال لي لكن بعد ما طلعنا من هاي الساعة وكننا عم نمشي بمكان كان فيه حرش قال لي الشخص الاخير يلي عب يمشي كانوا هنه مجموعة مكونة من سبع اشخاص وشخص واحد عب يمشيهم قال لي الشخص الاخير يلي كان عب يمشي طبعا بيقصده بدون قصده شو صار معه ما حدا بيعرف بالضبط لكن قال لي انكسر معه غصن شجرة وطالع صوت قوي قال لي بعد ما طلع هاد الصوت غصن شجرة انكسر من احد الاشخاص اللي كانوا خلفنا عب يمشوا قال لي هون سمعنا صوت الكومندوس عب يقول طبعا صديقي عرفوا انه رح ينكمشوا فحكولوا للشخص اللي عب يمشيهم انه لا خلينا نصير للامام لا نصير للخلف ما بدنا نضل قاعدين محلنا لكن الشخص اللي عب يمشيهم اختار بانهم يضلوا قاعدين محلهم عشان البوليس ما يشوفهم ويروح فعلا نضلوا قاعدين محلهم بعد عشر دقائق البوليس طبعا عب يمشي باتجاه مصدر الصوت اللي يطلع من غصن الشجرة اجا ومسكهم طبعا البوليس كانت معاملته منيحة حسب ما حكالي كتير منيحة اه طبعا هنم مسكوا بتاريخ متل ما عب بحكي لكم اه تمانية ستة يوم الخميس الماضي اه خلوهم ياكلوا خلوهم يبدلوا لبسهم خلوهم يعملوا يدخنوا كزا لبين ما اجت سيارة الكومندوس وتاخدهم على السجن راحوا على السجن قال لي نحن دخلنا على السجن الساعة تسعة المساء كان السجن فاضي على الاخير ما فيه اي حدا هو هيك حكي لي قال لي سجن سوفلي انا استغربت انه فاضي ما بعرف قال لي ممكن انه يكونوا اغضين كل المهاجرين اه يعني اغضينا على الطرف التركي بعدين نحن جينا يعني فمن الساعة تسعة المساء هنم بالسجن تخيلوا انتو على العدد فقط قال لي من الساعة تسعة للساعة تلاتة العصر يعني اطمنتاشر ساعة قال لي نحن كنا اول مجموعة بتدخل على السجن عددنا 8 اشخاص قال لي كم تتوقع العدد وصل للساعة تلاتة العصر بعد 18 ساعة قال لي نحن صرنا خمسمائة واحد يعني تخيلوا انتو لوحدكم العدد خمسمائة واحد جوا السجن خلال 18 ساعة هدول المسكوا طبعا قال لي لانه صار ضغط كتير كبير على السجن بلشوا يوزعونا على السجون التانية وبلشوا كمان مجموعات يغضوهم على النهر عشان يرجعوهم على تركيا قال لي انا المجموعة اللي كنت من بيناتهم اخذونا على السجن على السجن بياخذوا منهم المهاجرين على بوابة على تركيا يعني ما في نهر تمام قال لي ما بعرف شو اسمه السجن بالضبط تمام اخذوهم لهنيكة وعلى اساس انه يغضوهم على بوابات على تركيا هالحكي صار يوم الجمعة طبعا ضلوا بهذا السجن ليوم التاني او بالليل هالحكي بالليل اخذوا كل المجموعات طبعا كل مجموعة بيغضوا عدد معين قال لي فضي السجن على الاخير نحن ضلينا بالسجن 14 واحد انا كنت من بيناتهم طبعا هدول 14 واحد بعد ما ضلوا بالليل قالولون انتوا باليوم التاني رحت ناخدكن على النهر لان العدد اكتمل وما عد فينا ناخد اكتر من هيك فواحد شخص واحد من بينات هدول الاشخاص ال14 واحد يلي كان هو بالسجن معرفيه عصب وغضب بشكل كتير كبير هذا الشخص اسمه علاء الحمصي صديقي حكالي عن اسمه وحكالي كمان عن اسم ابوه لان هذا الشخص صار معه حادثة طبعا هذا الشخص صار يرفس الباب السجن وصار يعصب بشكل كتير كبير انه انطالعوني بالسجن انا ما بدي نيام بالسجن فالكومندوس مع المرتزقة الموجودين معهم كمان هن عصبوا انه هذا الشخص مهاجر جاء بعصب علينا دخلوا عصايا من الشبك من الباب السجن وصاروا يضربوا على الحيط وصاروا يضربوا على الباب هذا الشخص علاء الحمصي قام هيك من غرفة السجن واخذ العصاي من احد الاشخاص وزت ورمها عليه يعني ضربوا فيها فهون صارت المشكلة انا ما بنصح اي حدا يعمل هيك حركات نهائيا الكوماندوس اليوناني ولا المرتزقة هدول ما معاهن مزح ابدا فديروا بالكم تعملوا هيك شي وخليكم محترمين وحتى ايش ما صار معكم اصبروا لحتى ترجعوا فلما صارت هاد الشي هاد علاء الحمصي ضربهم بالعصاي فتحوا باب السجن تركوا البائين كلياتهم وطالعوا هذا الشخص لبرة وضربوه ضرب ما حدا بيتخيلوا قال لي اكل ضرب قال لي نحنا فكرناه انه ميت يعني ما عادي يطلع له النفس نهائيا العيون صارت كلها ادمية ادنيه ما بيعرفوا وشه من راسه من اجريه قال لي صار كله دم بشكل كتير كبير قال لي بعدين ربطوه وتركوه قال لي بسبب هاي الحادثة يلي صارت هنا نفكروا انه هاد الشخص بده يموت فبنص الليل تقريبا الساعة ثلاثة بالليل قال لي طالعونا نحن الاربطاشر واحد معه هو طبعا قبل ما يطالعوه ضربوه قبرة شو هي الابرة ما عندي علم قال لي ضربوه قبرة بعدين طالعونا بالسيارة الساعة ثلاثة بالليل قال لي نحنا ما كان بدهم يطالعونا لكن لهذا الشخص ممكن انه يموت طالعونا اخدونا على نقطة من النهر وطالعونا نحن السبعة عفوا الاربطاشر واحد باثنين بلم يعني كل نص ببلم واخدونا على الطرف التركي قبل الطرف التركي بخمس امتار يعني لسه هنه بنهر ايفروس قال لي صاروا ينزلونا ويقولونا خلاص روحوا على تركيا لكن هاد الشخص حكيت لكم بانه اكل ضرب بشكل كتير كبير لدرجة انه ما عاد يعرف الشوع بيصير حواليه لما حطوه بالمي عشان يرجع تركيا ما سبح ولا عمل اي شي نزل بالمي فهن الاربطاش واحد الاربطاش الباقيين لما شافوا هيك المنظر راحوا على المي وساعدوه وطالعوه واول ما طلعوا من النهر صاروا يسرخوا للجيش التركي ساعدنا ساعدنا فلما اجد جيش التركي وعب يضرب عليهم الاضوي ليشوف ايش الوضع فشاف هاد الشخص مصاب المهمة يا صديقي كان هو معاه هاد الشخص اخدوه مباشرة على السجن راحوا على السجن طبعا قال لي جميع يلي كانوا معاي بالسجن الاول كنا لما كنا خمسمائة واحد قال لي بلشت ارجع شوفهم شي بالسجن وشي بقدرنا بالكمب قال لي اول شي رحنا على السجن فلما شافونا انه هيك وضعنا طبعا كان وضع سيء كتير كمان يمكن ناموا ليلة او ليلتين بالسجن بعدين السجن كان بدن يطالعهم بباصات وياخدهم على الكمب بمدينة قدرنا فاجوا بدن يروحوا على الكمب بعد ما جهزوا الباصات حكالهم الجيش التركي او حرس الحدود التركي انه الباصات راح تروح على الكمب نحن ممكن انه الباصات وهي على الطريق على الكمب نفتح لكم الابواب وتصيروا تدخلوا عفوا ترطلعوا من الباص عشرين واحد عشرين واحد وهيك ما بتروحوا على الكمب فحكولوا المهاجرين انه تمام ما في مشكلة فهون اجوا بدن يطلع المهاجرين على الباصات واز بيجوا الكوماندوس التركي او القوات الخاصة التركية فلما اجوا هدولي حكولون نفس الاشخاص العسكر التركي يلي كانوا حكولون انه راح نزلكهم الباصات وما راح تروحوا على الكمب حكولون انه هاد الشي التغى بسبب وجود هلا الكوماندوس التركي او القوات الخاصة التركية انه ما راح حدا ينزل من الباص وكلكم راح تروحوا على الكمب فعلا طلعوا بالباصات وراحوا على الكمب كل ياتهم وهنيكي حكالي صديقي قال لي هنيكي كان عدد كتير كبير وكان فيه ثلاث خيام كبار موجودين فيها نحن قال لي من بينات نحن تقريبا عدد كبير كتير كبير قال لي طالعوا نحن تسع اشخاص اكلنا ضرب باليونان حققوا معنا جابوا اشخاص من الامم المتحدة حققوا معنا شو صار معنا وحتى هاد الشخص قال لي كان هو بالمستشفى بالمستشفى قدرنا اي شخص بيعرف عنه اي شي هذا الشخص يكتب لي بالتعليقات لان هذا الشخص حالته الصحية كتير صعبة حتى لما وصل على الكمب قدرنا شافوه حسبوه هذا الشخص ميت علاء الحمصي صديقي حكالي اسم ابوه بس انسيت كنا اسم عبد الوهاب على الاغلب اسم عبد الوهاب ابوه المهم بعد ما حققوا مع التسع اشخاص يلي اكلوا ضرب بعدين عطوهم كل واحد ورقة عشان يراجعوا شعبة التجنيد يلي معه الكملك وطالعوا الكل وخلوه يروحوا على كراج قدرنا من كراج قدرنا رجع صديقي على اسطنبول هاي قصة صديقي يلي صارت معه الاسبوع الماضي احكي لكم على القصة التانية يلي صارت مع كمان صديق الي الاسبوع كمان الماضي او من شي عشر ايام صديقي طلع طبعا هذا صديقي الاول واحد اللي حكيت لكم عليه كان معي بالمحاولة السابعة تمام الشخص التاني اللي هلا رح حكي لكم عليه كان معي بالمحاولة الخامسة انا اغلب الاشخاص اللي كانت عا تطلع معي بالمحاولات اغلبهم مو كلهم اغلبهم صاروا باوروبا شي طلع معي ووصل وشي طلع مع غيري ووصل وشي ضل يحاول ووصل في منهم عدد قليل لسعتهم بتركيا فهذا اللي بدي احكي لكم قصته احد الاشخاص اللي كان معي بالمحاولة الخامسة اتفع مع ثلاث اشخاص من الجزائر طبعا تعرفوا الجزائرية والمغاربة ما معاهم مصاري حتى يحطوا مبالغ مالية كتير كبيرة فبيختاروا انهم يتعلقوا تحت السيارات وتحت الشاحنات ويخاطروا بحياتهم بشكل كتير كبير بس عشان يوصلوا لأوروبا عشان يخلصوا من حرب والفقر بدولهم فاتفق هذا الشخص مع ثلاث اشخاص جزائرية انه يروحوا على قدرنا ومن قدرنا هنيكي هنن كانوا بيعرفوا الوضع كتير منيح يقطعوا على الطرف اليوناني ويمشوا بالغابات في احدى النقاط قالولو بدن يطلعوا بشاحنة بدون علم اي شخص فعلا راحوا على قدرنا ومن قدرنا اخدوا تاكسي على النهر ومن النهر كان فيه شخص هن متفقين معه يقطعون النهر بعد ما قطعوا النهر طبعا هنن اربع اشخاص مشوا في الغابات بعد يمكن يوم واحد وصلوا على نقطة معينة كانوا هن عرفانين هاي النقطة منيح يمكن استراحها على الاغلب تجي عليها الشاحنات وهن راح يختنموا الفرصة ويطلعوا تحت الشاحنات فعلا صار هذا الشي بالضبط صديقي مع شخص طلعوا تحت شاحنة وتخبوا فيها من تحت وشخصين اتنين جزائريين طلعوا بشاحنة تانية كمان من تحتها ومشت هاي شاحنة وتظل هيق صديقي مع هدول ثلاث اشخاص لمدة ست ساعات تحت الشاحنات قبل سالونيك على اطراف سالونيك الشاحنة وقفت باحد الاستراحات ونزلوا الشوفيرية طبعا انتو بتعرفوا الاستراحات اوقات يكون فيها كلاب فلما وقفوا الشاحنتين على الاستراحة الكلاب صار تتعوي على الشاحنات فصديقي مع الكلاتة الجزائريين خافوا بانهم ينكشفوا نزلوا في الشاحنات وعساس انه هن بدون يهربوا فشافوهن اصحاب السائقين الشاحنات لحسن الحظ انه السائقين الشاحنات كانوا اتراك ما حكوا معاهم شي قالولو نهربوا ولعد تطلعوا على الشاحنة فصديقي وشخصين راحوا على الغابات طبعا الشخصين جزائريين راحوا من طرف يعني من غير طرف صديقي لحاله راح من طرف وشخص واحد جزائري ما دخل على الغابة راح اتخبع على طرف الاستراحة بدون ما حدا يشوفه طبعا فاللي صار انه الاثنين الجزائريين اللي راحوا لحالهم لحد الان ما بنعرف شو صار معهم اذا مسكوا ولا كملوا ولا شو صار معهم انا ما بعرف بالضبط الشخص الجزائري يلي تخبع ورا الاستراحة ضل لحتى هدي الوضع وهدي الكلب وخلصت الاستراحة واجه الشوفيرية الاثنين بدون يركب السيارات ويكملوا على سالونيك او اسنا ما بعرف وين رجع رد طلع مع نفس الشاحنة من تحت هذا الشخص اتواصل مع اشخاص من اصدقائي باسطنبول وصل لاسنا وكلفوا الطريق من اسطنبول لاسنا اقل من 200 يورو طبعا هاد الرقم مستحيل تشوفوه لكن هذا الشخص هيك وصل بالضبط طبعا هاي كانت اول محاولة له سبحان الله كل واحد كيف الله بيسر له الطريق ما حدا بيعرف كيف صديقي اللي ظل حاله بالغابات اه صار يتصل بارقام سيارات عشان تاخده على الداخل الليونان طبعا هو بالغابة ما بيقدر يكمل لحاله صحيح هو معه تليفون لكن بده لازم يدبر سيارة فبالاخير ظل يتصل ويحاول مع هاد ويحاول مع هاد لحتى خلص شحن تليفونه للأسف الشديد هيك صار مع صديقي بعد ما خلص شحن تليفونه اضطر بانه ينزل على الاوتوبان ويحاول مع السيارات بانه نساعدوه وياخدوه على اي مكان يدخلوه لداخل اليونان لكن بالاخير يمكن احدى السيارات اللي حكى معه بلغت البوليس واجت لعنده سيارة بوليس وكما شوه صديقي هذا بيعرف انجليزي بشكل كتير كبير يعني بيحكي الانجليزية بطلاقة حكى مع الدورية باللغة الانجليزية وحكى لهم بانه انا مهاجر وحرب وكذا وصار يتوصل اليهم انهم لا ترجعوني على تركيا خدوني دخلوني بدي انا الجأ لليونان فهاي الدورية اللي كان معاها صديقي فعلا هو حسب ما حكى لي انه حن قلبهم وفعلا كان بدهم يساعدوه لكن هن كانوا مضطرين يسلموه للمخفر وهي المخفر بتحدد شو لازم يعملوا معه سلموا للمخفر وهي هي كانت شغلتهم ما فيهم يساعدوه اكتر من هيك فلما استلموا المخفر مباشرة تم ارساله على الحدود وارجعوا الى تركيا هدول القصطين صاروا بالفترة الاخيرة خدوا العبرة مننن وديروا بالكم احالكم والسلام عليكم